محمد العدوين محمد العدوين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراد المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام أهلا بكم وسهلا في هذا البرنامج الذي نتناول فيه موضوعا مهما جدا وهو تحت عنوان أخلاقنا وسنتناول فيه إن شاء الله في حلقات متواصلة معنى ذلك العنوان ثم نعرف بالأخلاق ما هي وبما تتميز أخلاقنا وفيما تختلف عن غيرها وما مصدر هذه الأخلاق وما أنواعها وأقسامها وما أهميتها بالنسبة لفرد وللمجتمع وللأمة وسوف نعيش وإياكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكي نتعرف على الجوانب الأخلاقية في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد يتساءل واحد لماذا تم اختيار هذا العنوان لكي يكون سلسلة متصلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وخيرا أن تعرض هذه السلسلة تحت هذا العنوان من قناة لها في الأخلاق الكريمة نصيب لها من اسمها وهي الرحمة والرحمة من أخلاقنا نحن المسلمين إذن هذا موضوع مهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ونجيب على تساؤل بسيط لماذا اخترتم العنوان أخلاقنا أين المبتدأ أو أين الخبر ونقول وبالله التوفيق تلك أخلاقنا أخلاق الموحدين المسلمين المؤمنين القانتين التائبين أخلاق الأتقياء الأنقياء الأصفياء الأذكياء أخلاق العابدين العالمين الصادقين المخلصين تلك أخلاقنا نستمد أصولها وينابيعها من هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأخلاق الربانية الإيمانية التي لها علاقة وثقة برسالة الإسلام هي الأخلاق التي تبني الأسرة وتبني المجتمع وترفع شأن الأمة فلا يمكن لإنسان أن يبني بناء شامخاً إلا إذا كانت لبنات البناء قوية وأساس البناء متين والأخلاق في الإسلام لها منزلة عظمة وحسبنا في هذا اللقاء الأول أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى عليه ربه بقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وخاطبه بقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وخاطبه بقوله عز من قائل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إذن الأخلاق في الإسلام هي أخلاقنا لكن سنبدأ هذه الحلقة تمهيداً لما سيأتي بعد ذلك ونقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق قال سبحانه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا واستخلف الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان من بني آدم واستخلف آدم من قبل لكي يهبط إلى الأرض ولكن خاطبه وخاطب بنيه بعد ذلك بقول الحق تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية أخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أرد عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن كرم الله ذلك الإنسان ولكن لم يطرق لعقله ولكن جعل هذا العقل وفق هدي الله ومنهد الله سبحانه وتعالى فكان ذلك المنهد هو الذي يحقق للإنسان في الحياة الدنيا الأمنة والأمانة والاطمئنانة ورغد العيش كان ذلك المنهد هو الذي يحقق ذلك الإنسان للإنسان أن يعيش سعيدا وأن يترقى في مراق الكمال لأنه منهد الله سبحانه وتعالى والذي خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خلق هو الذي يعلم ما يصلح ذلك الإنسان وصدق الله العظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك نرى آيات القرآن الكريم وهي تحدد لهذا الإنسان نفس المنهد يقول سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون ويقول ويقول عز من قائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي هي أقوى في مجال العقيدة يهدي للتي هي أقوى في مجال التشريع يهدي للتي هي أقوى في مجال الاقتصاد والمعاملات يهدي للتي هي أقوى في مجال التربية والتعليم يهدي للتي هي أقوى في مقام وفي مجال تزكية النفس وسمو الخلق ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ونحن نقرأها في فاتحة الكتاب وندعو ربنا أن يسدد خطانا على ذلك الطريق نحن بعد قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن الله سبحانه وتعالى كرم ذلك الإنسان فضله على كثير ممن خلق لكن لم يتركه نهبا للأهواء ولا للشهوات إنما حدد له منهدا ينقى به عن المحرمات وعن السيئات وعن الفواحش ما ظهر منها وما وما بطن لذلك كان منهد أهل السنة والجماعة أن التحسين والتقبيح بالشرع وليس بالعقل لأن العقل محدود بالحواس التي يستقبل منها هذه المعلومات من هنا كان الشرع حاكما على العقل والله سبحانه وتعالى حينما قال في الآيات التي تلوناها من قبل حينما أهبط آدم إلى الأرض ثم تناسل بنوه قال فإما يأتينكم مني هدى يبقى الهدى هو الله سبحانه وتعالى سبيل واحد وليس سبلا شتى ما هي النتيجة إذا صار الإنسان على منهج الله وهدي الله تكون النتيجة كما جاء في الآية الكريمة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وشر ما يصاب به الإنسان والمجتمعات والأمم الخوف والحزن والقلق والددر والخلاف والشقاق والنزاع والفرقة وتلك أخلاق سيئة مذمومة يكون نتيجتها الخوف والحزن لذلك يقول ربنا إذا اتبعتم منهد الله سبحانه وتعالى وسرتم عليه وتحليتم بالإيمان الصادق والعمل الصالح والخلق الكريم عشتم في أمن وأمان واطمئنان وسعادة ولذلك نرى الآية الكريمة فمن تبع هداي أي صار على منهد الله وعمل صالحا وتخلق بمكارم الأخلاق تكون النتيجة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والأمم كالأفراد فإذا كان للأفراد آجال تنتهي حياتهم عندها فكذلك الأمم ولكل أمة أدل إذا داء أدل الأمة انتهت والأمم ترقى وتسعد وتحيى وتهنأ إذا صارت على منهد الله سبحانه وتعالى إذا تحلت تحلت بمكارم الأخلاق ومن مكارم الأخلاق أن ترعى الأمة حق الله عليها كما يرعى الأفراد أيضا حق الله عليهم وحسب وحسبنا هنا قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى بين العبد وربه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار من أثر الإيمان والعمل الصالح ولسوف نرى أن مكارم الأخلاق هي التي تأتي دائما في آيات القرآن الكريم بعد الإيمان ويراد بها العمل الصالح سوف نرى أثر ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما هي النتيجة يبقى إيمان عمل صالح خلق كريم تلك هي أخلاقنا أخلاق الإسلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه هذا وعد الله فلا نحيي أنه حياة طيبة ونحييي ولنجزين هم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما هي النتيجة صاروا على منهد الله استظلوا به طبقوا في واقعهم ماذا تكون النتيجة يكون الخير كله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يا سبحان الله لفتحنا ننظر إلى استخدام الفعل لفتحنا عليهم لم تقل الآية لفتحنا عليهم أموالا لفتحنا عليهم مناصب أبدا نما لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ثم في الجانب الآخر ماذا لو أن الأمة ولو أن الأفراد صاروا على غير منهد الله سبحانه وتعالى وفقد العمل الصالح الذي يؤسس على الإيمان الصادق وتخل عن مكارم الأخلاق ماذا تكون النتيجة يكون الأمر هلاك ولذلك فإن الفساد مؤذن بخراب العمران وَلَا يَكُونُ قَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ فَأَقِمْ فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ مَأْتَمًا وَعَوِيلًا وَفِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والله سبحانه وتعالى يحذر الأمة المسلمة من أن تسلك سبيل الغواية أو تسير في طريق الأخلاق السيئة فهذا مؤذن بالهلاك يقول سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفي قراءة أمرنا مترفيها ماذا صنعوا هل تحلوا بالإيمان والعمل الصالح ومكارم الأخلاق أبدا إنما أفسدوا وكان الطرف هو وسيلة ذلك الإفساد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فضمرناها فضمرناها تدميرا إذن الأخلاق العمل الصالح الإيمان هو وسيلة الأمة إلى النهوض وإلى الرقي وحسبنا كما ذكرنا أنه منهد الله سبحانه وتعالى إذن إذن أيها المشاهد الكريم تلك توطئة لما سنقوله إن شاء الله في تلك السلسلة حيث سنعيش لكي نعرف مفهوم الأخلاق على وجه العموم ثم نتعرف على أخلاقنا وكما قلنا عنوان السلسلة أخلاقنا مضاف ومضاف إليه كلمة أخلاق مضاف وناء الدل على المتكلمين ناء التي تفيد العظمة أخلاقنا أخلاق العظماء أخلاقنا أخلاق الإسلام أخلاقنا أخلاق الأعزاء الكرماء الكرماء أخلاقنا مستمدة من هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقنا أخلاق السلف الصالح الذين الذين مكنوا لدين الله في الأرض ورفعوا لواء الإسلام عاليا فامتدت الدولة الإسلامية ومكن الله لها أخلاقنا نحن المسلمين خير أمة أخرجت للناس أخلاقنا أخلاق الأمة الوسط أخلاقنا أخلاق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله لذلك ما كانت خيرية هذه الأمة بكثرة الكلام والانصراف عن منهد الله أبدا خيرية الأمة في خلقها الكريم في عملها الصالح في إيمانها الصادق ولنسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء بالخلق الكريم تأمرون بالمعروف فالمعروف بمعناه الشامل كما سنرى في الحلقات التالية إن شاء الله المعروف كلمات شاملة تتضمن كل خير تشتمل على كل بر تتضمن كل جميل حسن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وجاء التعبير بالفعل المضارع الذي يفيد التدد والحدوث لتظل خيرية الأمة بمكارم أخلاقها ومنها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا الخلق الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في ظلال وتؤمنون بالله فخلق بلا دين ليس خلق خلق بلا إيمان ليس خلق وهذا هو الفرق بين الخلق عند غيرنا وبين الخلق في ديننا في إسلامنا في منهد كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وننظر إلى قول الحق تبارك وتعالى وهو يشير إلى هذا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة بأي خاصية بأي ميزة تكون تلك الأمة الأمة الوسط مستشهدة على الناس بإيمانها بعملها الصالح بخلقها الكريم بعلمها النافع المفيد وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام أمة الإجابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وعلى وعلى الإنسان الذي يعيش في ظلال الإسلام على الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق وحمله الأمانة على ذلك الإنسان أن يصون تلك الأمانة وأن يتحرى الطريق وأن يسير على منهج الله سبحانه وتعالى ولنلتفت إلى الغاية من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ثم ماذا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وفي دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منه ما مهمته يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ولنلحظ هنا أن التزكية قد تأتي متوسطة بين التعليم وقد تؤخر بعده إذن هناك علاقة وثقة بين التزكية وبين التعليم وما التزكية إلا الخلق الكريم يقول سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها من المفلح إذن؟ من الناجح؟ من السعيد؟ وقلنا إن الأمم كالأفراد ما ينطبق على الفرد ينطبق على الأسرة ينطبق على المجتمع ينطبق على الدولة ينطبق على الأمة فالفرد الذي يزكي نفسه هو المفلح الأسرة التي تزكي نفسها هي المفلحة المجتمع الذي يزكي نفسه هو المفلح الأمة التي تزكي نفسها هي المفلحة يقول سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فدورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها إذن أيها المشاهد الكريم أردنا أن تكون معنا في هذا الروض الأنف لنعيش في ظلال في ظلال الإسلام منذ أن أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة مرشدين كلهم يدعو إلى الله عقيدة ويدعو إلى الله شريعة ويدعو إلى مكارم الأخلاق وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى لأن الدين واحد منذ أرسل الله الرسل إن الدين عند الله الإسلام منذ بعثة نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن لا بد أن تفقه الأمة فيما تختلف أخلاقنا عن أخلاق غيرنا غيرنا يدعي أن لديه أخلاقا نعم يسير عليها لكنها أخلاق تنحرف نحو المادة لا تصدر عن دين ولا عن إيمان ليس هذا بخلق فلا تكون الأخلاق أخلاقا إلا إذا انبثقت عن الدين الصحيح إلا إذا كانت في هدي وحي الله سبحانه وتعالى هذا هو الخلق الكريم وقد يسأل سائل هناك أمور مغينة قد يراها البعض جد في العمل حرص على طلب العلم النظام الحرص على الوقت التطلع إلى الرقي وإلى النهوض التعاون فيما بين الناس الأدب في الكلمة هل هذا ممنوع أن لا نراه عند غيرنا نقول نعم هذا شيء محمود لكن في ديننا في إسلامنا في كتاب ربنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل هذه المكارم وتلك المحامد لكن ماذا نصنع لأمة تركت كتاب الله وراءها ظهرية سوف نعرض أمام المشاهد الكريم ما يحفل به ديننا من مكارم أخلاق سبق بها الدنيا كلها قبل أن تعرف الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة جاء جاء هدي الله سبحانه وتعالى منذ نزول آدم كما قلنا في أول هذا اللقاء والخطاب هنا موده لأمة الدعوة أمة الإسلام فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع قرأنا من قبل فمن تبع فما الفرق بين فمن تبع هداي في البقرة وبين قوله تعالى فمن اتبع هداي في سورة طه تبع في سورة طه تقتضي من المسلمين أن يبذلوا الجهد في الاتباع أن يبذلوا الجهد في الاتباع وأن يجاهدوا أنفسهم وأهواءهم وشهواتهم وأن لا يجعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم وإلا كان الشقاء وكان الضلال وكان العمى إذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزها ومجدها وسؤددها عليها أن تستمسك بهدي الله بأخلاقنا أخلاق الإيمان والإسلام والتقوى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي ما هي النتيجة فلا يضل ولا يشقر مفهوم المخالفة ما هو إذا لم يتبع الهدى كيف تكون النتيجة الضلال والشقاء هل بعد ذلك أمر أسوأ من هذا إذا ضلت أمة أو شقيت من يسعدها من يهديها ليس إلا الله سبحانه وتعالى وليس إلا منهد الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء بعد في الآية ومن أعرض عن ذكري أي من أعرض عن المنهج من أعرض عن الهدى ماذا تكون النتيجة فإن له معيشة ضنكا قد يظن بعض الناس أن المعيشة الضنك في قلة الطعام والشراب والملبس أبدا إن العمى هنا والضنك هنا إنما هو ضنك القلق والحيرة والضجر واليأس والقنوط وأن يتحول الإنسان من إنسان ذي عقل وذي منهد من الله سبحانه وتعالى إلى حيوان يرتع في الدنيا لا يدري كيف داع إليها ولا كيف ذهب منها وصدق ربنا العظيم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إذن نريد من الأمة المسلمة من المجتمع المسلم من الأسرة المسلمة من الفرض المسلم أن يعود سريعا إلى الله أن يعود سريعا إلى من هده أن يعود سريعا إلى الخلق الكريم والسلوك الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أعطيناك البصر فهل أبصرت طريق الحق والهدى أعطيناك السمع فهل استخدمت سمعك فيما يرضي الله أعطيناك لسانا فهل استخدمت لسانك فيما يرضي الله وقلت قولا جميلا وقولا حسنا ألم يقل لنا ربنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألم يقل لنا ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ألم يقل لنا ربنا وقول للناس حسن ألم يقل لنا ربنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بمعروف أو إصلاح بين النس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إصلاح بين النس وتلك هي مكارم الأخلاق ثم إذا كانت هذه هي مكارم الأخلاق هذا على سبيل الإجمال تفضل أي اتصالات تفضل تفضل من العرق تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أشعلك يا شيخنا نعم بارك الله فيك يا شيخنا أبدأ سؤالي يعني أسأل الله العظيم أن يجيكم على غاسنا أنت من علماء والشيوخ أسألك بالله عليك أن تدعي أنا مقبلة على عمر أنا وأمي نعم عندي أخين بنت ولد توفر نعم ويحد سبع سنين وبنت أربع سنين نعم هيا جوز أنا أعتمر لهم من بعد ما أعتمر لي نعم أعتمري هل تسمعوني نعم أسمع هل يجوز يعني أعتمر لهم كم كان كم كان سنهما واحد سبع سنين وبنت أربع سنين نعم هذا لم يبلغ حد التكليف عليك أن تعمل العمر وأن تكثري من الدعاء لهما وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى للإيمان الصادق والعمل الصالح ومكارم الأخلاق فضل إذن هنا نقول إن هذه الحلقة هي توطيئة للحلقات القادمة كما قلنا نعرف فيها بالأخلاق على وجه الإجمال ثم نميز بين أخلاقنا نحن المسلمين وأخلاق الآخرين ثم نعيش إن شاء الله في ظلال القرآن الكريم لكي نتعرف على مكارم الأخلاق في دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام بدءا من دعوة نوح عليه السلام إلى دعوة خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ونعود ثانية إلى ما كنا نتحدث فيه في التوطئة ونقول قد يظن بعض الناس أن الخلق الكريم قاصر على أشياء محددة فيظن مثلا أن التصدق فقط هو من مكارم الأخلاق أو التراحم فقط من مكارم الأخلاق أو أن صلة الأرحام من مكارم الأخلاق أو أن الصدق من مكارم الأخلاق والأمان من مكارم الأخلاق نقول وبالله التوفيق وسوف نتناول هذا كله أن الأخلاق هي أقسام أربعة خلق بين العبد وربه حقوق الله على العباد تفضل تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا فضلت الشيخ محمد وبارك الله فيك بمناسبة حديث سيادتكم عن حسن الخلق في الإسلام لا ننسى شيخنا جليل محمد حسان عندما كان يناقش الدكتوراه وذكر فضل الأم اللي يبين أنه مهما يكبر الإبن ويعلم مكانته ويرتقى في علمه لا يكبر على أمه وذلك حسن الخلق وعندما قام بتقبيل رؤوس أساتذته من العلماء فهذا يدل على حسن الخلق في الإسلام ولا ننسى فضل هذا الشيخ الجليل ليه سؤال عند حضرتك ممكن فالظالم بمناسبة حديث سيادتكم عن الهبوط في سورة البكرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وفي أيضا عندما ذكر قسوة قلوب قوم موسى أنها كان حجارة وشد قسوة وإن منها لما يهبطوا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ما أنا كنت أذكر الآية اللي فعل هبط يعني وإن منها لما يهبط من خشية الله أيوة والهبوط الآخر في سورة البكرة عندما قال سيدنا موسى إلى قومه هبطوا مصرى فما الفرق نحن نعلم أن الهبوط من أعلى إلى أسفة فهبطوا مصرى هل قوم موسى كانوا فيما كان عالي مثلا وعمرهم بالهبوط إلى يعني عايز أعرف الفرق بين الهبوطين ثانيا السؤال عند حضرتك ما فيش نص قرآني في القرآن الكريم ذكر أن اسم زود سيدنا آدم إنه حواء فلماذا مثلا نقوله إن زوج آدم هي حواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلمة هبط لا تعني فقط النزول من أعلى إلى أسفة إنما قد تستخدم استخدامات كثيرة فمثلا نبدأ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم على لسان سيدنا موسى عليه السلام أي جدوا في السير حتى تصلوا إلى مصر ولأمر ما كان الهبوط من سيناء لأن كان فيها جبل الطور ومصر الذي يعنيها هو ذلك الوادي هو ذلك الوادي ومن هنا كان النزول من أعلى إلى أدنى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وإن منها لما يهبطوا من خشية الله هذا نزول المطر من السماء المطر ينزل من السماء يعني أيضا من الأعلى إلى الأدنى إلى الأسفل أيضا آدم عليه السلام نزل من الجنة إلى الأرض وهذا أيضا هبوط وأما حواء لأن خلق حواء كان من آدم عليه السلام وأما ثناؤك على الدكتور محمد حسان فهو يضرب المثل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا نريد من الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا متواضعين فالتواضع من مكارم الأخلاق وهو حينما يفعل ذلك يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مكارم أخلاقه ولا نزكي على الله أحدا أنه هو الذي اختار هذا الاسم لهذا البرنامج واختاره تحت عنوان أخلاقنا وقد قلت من قبل قد يسأل واحد وأين خبر المبتدأ أو أين المبتدأ وهذا خبره قلت تلك أخلاقنا أو أخلاقنا هي المثلة أخلاقنا أخلاق الإسلام أخلاقنا أخلاق العظماء أخلاقنا أخلاق الأتقياء وهكذا إذن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى كل مسلم يتحلى بمكارم الأخلاق وحميد الصفات وهو أمر ميصور جدا وحسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بأشياء لا تشق عليهم ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة هذا من مكارم الأخلاق ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة مكارم أخلاق إماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة مكارم أخلاق أمرك بالمعروف صدقة نهيك عن المنكر صدقة مكارم أخلاق الكلمة الطيبة صدقة مكارم أخلاق إذن مكارم الأخلاق هي أخلاقنا أخلاقنا هي الكفيلة هي الكفيلة بأن تجعل الأمة المسلمة ولسوف نرى أن هذه الأخلاق ليست كلمات تقال مكارم الأخلاق ليست صفات مجردة لأننا سنرى أن من مكارم الأخلاق الجد في العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن ماذا لو عملت الأمة كلها ماذا لو عمل كل إنسان في الأمة في حقله في مصنعه في مكتبه في البيت في الشارع في المدرسة في الجامعة أليست هذه كلها مكارم أخلاق حتى لا يظنن ظن أن مكارم الأخلاق في الإسلام هي عنوين فقط لا لابد أن تفعل الأخلاق لابد أن تفعل الأخلاق في المجتمع طلب العلم سنراه علم النافع المفيد هو من مكارم الأخلاق ولكن ليس العلم النظري إنما العلم الذي يرفع شأن الأمة فتعلموا فالعلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة مغلقة ثم استمدوا منه كل قواكم إن القوية بكل أرض يتقى من مكارم الأخلاق أن نكون أقوياء بإيماننا بعملنا الصالح بمكارم أخلاقنا وإلى اللقاء القادم بمشيئة الله في هذا الموعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر